منذ قليل انتهى اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة كابتن محمود الخطيب واتخذ المجلس عددا من القرارات المهمة قرر المجلس في اجتماعه اليوم دعوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والخالد عبد العالم محافظ القاهرة لوضع حجر الأساس لفرع النادي في التجمع الخامس في الواحدة زهر السبت المقبل يوم السبت الساعة وحدة الظهر اللي بيدعو السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وسيد محافظ القاهرة خالد عبد العالم لوضع حجر الأساس لفرع النادي في التجمع وهنا قد يتذكر البعض انه مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس محمود طاهر في الأيام الأخيرة لدورته كان وضع ما عرف بحجر الأساس في أرض النادي في التجمع الخامس وقتها لكن لو تفتكروا حضراتكم أنه كان ثبت بعد كده لمجلس الإدارة الجديد أنه لأى الأرض فيها عيوب كبيرة جدا لأنها بالمعاينة ثبت أنها محفورة حفر عميقة جدا الحفر اللي موجودة به الأرض اللي النادي استلامها كان تكلف النادي أرقام هائلة جدا قدرت بمية وخمسين مليون جنيه عشان ترجع تسوي الأرض فقط مية وخمسين مليون جنيه فاتصالات مجلس الإدارة الحالي بالسادة المسؤولين في وزارة الإسكان أمكن الأهل فيه أنه يستبدل الأرض بأرض مجورة لها على طول بالضبط نقل شوية من المنطقة دي للمنطقة اللي بعدها علشان يستلم أرض مستوية مش محتاجة أي تكاليف لبدء العمل فيها ومن ثم فالأرض الجديدة اللي الأهل استلامها الملاصقة للأرض السابقة هيضع فيها الأهل حجر الأساس بحضور أو دعا السيد وزير الشباب والرياضة والسيد محافظة القاهرة لوضع حجر الأساس وحدة ظهر السبت إن شاء الله الأهل انتهى من المخطط العام لفرع التجمع الخامس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتبدأ تنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى اللي هتنتهي في غضون عام من الآن شوف يا أستاذ إبراهيم عشان بس كل شيء يبقى في السياقه مؤكد إن ساعي المجلس القديم إنه ياخد أرض في التجمع يحسب له ربما يكون فيه نوع من يعني إن إحنا عايزين نلحن السلم عشان بس نأكد على حق النادي الأهلي في الأرض دي فالأرض كان فيها مشاكل جاء النادي الأهلي استفاد إنه من الموقع إنه رحله بس وعمل مجودات جامدة في إنه بقى البنية الأساسية الترخيص الوجبة التعاقد مع الهيئة الهندسية عشان يكسب وقت ما فيش داعي بقى لأنك أنت تروحي من وشمال يعني مين أحسن اللي هي الهندسية حيشرف وحينفذ فأنت بقيت جاهز فالنهاردة أنت بتعمل حجر أساس تطبيقي يعني في لحظة التنفيذ نتمنى إنه إن كل الناس طبعا بإذن الله ده حتى أستاذ شرين شمس اللي كان مدير بيسلم الأرض وشايفين إن فيها يعني شوات حاجات حنقول طب استلموها ليه؟ كان لازم يأكد إنه لا إحنا لينا أرض في الحتة دي نحركها بقى نصلحها نعملها لازم تقف على المشروع على الواقع فهي برضو الجاهدة لازم من يبخسوش حقه لكن أيضا المجلس ساعده يتفايد كل المشاكل دي ترحل شوية صحيح دي صرعت مش بس فلوس صرعت إن كنت هتبتدي النهاردة لما تقول أنا المرحلة الأولى بعد السنة هتبقى موجودة أعتقد إن لو تحقق ده حيبا نجاز كبير جدا إن شاء الله أيضا مجلس الإدارة قرر اليوم اعتماد الدفعة الأولى من علاج اللعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهل لربنا يشفيه وعافيه قيمة الدفعة الأولى لعلاجه الدفعة الأولى المبدئية 600 ألف جنيه كان النادي بعد جواب لوزارة الشباب والرياضة عشان يحصل على موافق ليه الأهل بعت لوزارة الشباب والرياضة عشان ياخد موافق مؤمن ما هواش مقيد في القايمة ففيه ظرف استثنائي أنت عندك التزام تجاه واحد من أولادك عندك التزام تجاه نجمة أعطى النادي الأهلي في هذا الظرف المرض اللي ربنا يشفيه ويعافيه منه الأهلي لا يقصر أبدا لا معه مؤمن ولا معه غير مؤمن وأعتقد مؤمن محل كل اللي ربنا يتمام ورعاية جدا الدفعة الأولى المبدئية اللي الأهلي أخد عليها موافقة الوزارة لأن احنا بنتكلم على مال عام محدش يقدر يتصرف كده من نفسه قيمتها 600 ألف جنيه كدفعة مبدئية أولى ألف سلام على مؤمن إن شاء الله يستمر في برنامجه العلاجي في نقطة أستاذ إبراهيم الناس لازم تفهمها كل موضوع فيه شكل وفيه مضمون أو فيه موضوع الموضوع أنك عايز توقف مع مؤمن وتدي له مستحقات وما يستحقه وتوقف جنبه لكن الشكل بيستدعي منك سلسلة من الإجراءات علشان تأمن كل قرار أنه يبقى مواخد السكة السليمة بالزبط أحيانا لما بتتأخر الإجراءات أنت بتقلق يا صاحب الحق فيبدو أنك إنت محدش لا هو نادي ليس سيستاند مؤمن للآخر ربنا شفي ويرجعونا بالسلامة مجلس إدارة قرر أيضا تكليف الأستاذ خالد الدرندالي أمين السندوق برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى الإمارات 17 فبراير الاثنين المقبل لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك يوم عشرين من نفس الشهر كما قرر المجلس الموافق على الموعيد الخاصة بمنتج عمصية في النادي في مرسى مطروح الأفواج تبدأ من 9 إبريل لغاية 24 أكتوبر المقبل بواقع 25 فوج من قبل أو من أعضاء النادي إلى مطروح تمت الموافق على إدراج نشاط الرسم الرقمي ضمن الأنشطة الفنية المتاحة في مكتبات النادي بفروعي وتقرر مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في علاج الكابتن أمينة محمود بطلة النادي ومنتخب مصر السابقة في ألعاب القوة ودي واحدة من البطلات الحقيقة الكشكول أمينة محمود هم الله رحمه أمينة الشريف نادية الشريف نادية الشريف ثم أمينة محمود ثم حنان خالد دول كشكيل بطلات أم الألعاب يلعبوا هلعب قوة يلعبوا بسكت يلعبوا هندبول يلعبوا كشكيل فدول يعني فقال في سلامة للكابتن أمينة محمود والنادي بيخاطب وزارة الشباب للحصول على مساهمة في علاجها تقرر أيضا الموافقة على مذكرة مدير عام النشاط الرياضي بشأن إنهاء التعاقد مع اللعبة الأمريكية شاكيلة المحترفة في صفوف فريق السيدات للكرة السلة والتعاقد مع اللعبة لوكاس بدلا منها ووفق المجلس على إقامة بطولة استفارات على ملاعب فرع النادي بالشيخ تقليل سنوي والناس بتيجي تسعد وبتوب حاجة جميلة جدا ونشاط رائع يعني